مساء الخير عليكم حبيب اقبار كويس السلام عليكم ورحمة الله اليوم بقى بكلمكم في وضع مش متعودين ان انا اكلمكم فيه وانا في حالة بقى يعني بعافية شوية رجلية الحمدل على كل حال حبيته انا اكلمكم اليوم بان يعني اول مرة يحصل لي موقف حدث في المغرب واول مرة اربط رجلي بالجبيرة كلا زي ما شفت اول مرة اعرف ان هي اسمها جبيرة ان فيه فرق بالجبس والجبيرة زي ما انا شفتوا في الصورة كده اقاريكم الصور بس احبت احكي لكم عن تجربتي مع الحادث في المغرب واقول لكم ايه اللي عجبني و ايه اللي ما عجبنيش يعني في التجربة لان انا ببقى اني جربت الموضوع في مصر حادث السيارات طبع ربنا عافينا وعافيكم كلكم جربت السعودية بالنسبة للتأمينات وكده فدي اول تجربة لها في المغرب اولا انا ماشي بالمطور بالموتسيكل في شارع الجزائر اللي هو عند السفارة المصرية القديمة في الرباط في الليل الاشارة وقفة الفيروج يعني الاشارة وقفة فماشي باله انا بحكي للناس اللي حطت البوست وعملين ان يسألوني بيتطمنوا ايه اللي حاصر وشنه واقع فبحكي لكم يعني سريعا فماشي بسرعة عادة وموتسيكلات ماشي وراي المواطير فالسيدة محترمة قامت خطح الباب مرة واحدة للعليمين عشان تنزل مفاوض اللي بيفتح الباب عليمين بيركن وبعد كده ينزل فهي في الاشارة بقى عمت نازلة ما خلتش بالها من المراية طبعا ما تقصدش يعني فالخبطة كلها جت في رجلي الشمال اللي اتحشرت بين الباب التموبيل يعني السن الباب التموبيل جاف رجلي من هنا غرز والنوتسيكل المطور في اللقاء درجة ان انا عايز اطلع طبعا عدت اصحرخ اللقاء حاجة تلقائية كده عايز اطلع رجلي مش عارف يعني رجلي محشول عايز اطلع طب يا جماعة طلعوا بالتموبيل مش عارف لان الشباب نزلوا اه اشالوا الموتسيكل المطور هزو كده رجعوا حركوا وانا جالس عليها عشان قدر اطلع رجلي طلعت رجلي طبعا زي ما انتم شايفين في الصور كده لقيت الشوزة اه اتخرمت اه الشرب التقاشر اتخرم اه اه دخل في رجلي اه مش عايز احطة صورة رجلي يعني اللي هو بين الغرس بين اللحم او ممكن احطوكم الصورة مش عارف يعني وطبعا كادنا في وش رجلي طبعا عجبني تعامل الناس لكله وقف معايا دي بتحصل في اي حتة في مصر في استرابيلا كل الناس بتقاف تتعاون في الموضوع ده لكنها طبعا المغرب دولة قانون ففي النظام المغرب في الحوادث ان لما يحصل حدثة وفي دم وفي اصابة ما منفعش يكلموا التأمين اللي هو كوستطور اللي هو محقق التأمين لا نهاية طبعا التأمين إجباري على كله يعني ما فيش فيه دول فيها تأمين اختياري الناس كتبوا لها بتستعلم ما دي بقول لها إجباري لا فيه دول فيها تأمين اختياري بس فالوال مفضو الإجراءات سأل ما معرفش حتى ما معيش راقة مش فرطة هنا في المغرب مع طعملت شبل كلا الناس نزلوا الشباب قالوا لي طبعا تكلموا البوليس وييجي ويسعف بتاع هي الستة ريتل تمشيها ودي يعني طبعا الستة محترمة وكانت مع صديقتها الناس محترمة يعني طبعا الخطأ غير مأخصود بس هو نصيب القدر يعني فقالتلي تحب المشيها ودي وعالدك في الكرينك وكلا بتاع يعني خليها في القانوني أحسن أنا أعظم قانوني اللي هو إيه دو فيه أي تكاليف زيادة ولا حاجة ما يدفعوش هم حاجة اللي هو التأمين يتحملها يعني ده كان الغرض يعني بس فاتصلنا هي اتصلت بالشرطة هي اتصلت الأول بمحقق اللي هو الكوستاتور بمحقق التأمين قال لهم لا طبعا ما فيها أصابة لازم تكلموا البوليس الأول بعدين البوليس يحقق بس فالكوستاتور اللي هو محقق التأمين أنا أتكلم بالمغربي والمصر اللي طبعين اللي من مصر والخليجي يفهموني اللي هو في السعودية بقولوا عليه نجم شركة نجم قال لهم لا لازم تكلموا البوليس الأول طالما فيها أصابات بعدين ويجيب الإسعاف بعد كلا محقق التأمين الكوستاتور ده يجي قلت لهم ماشي الستة اتصلت مشكولة بالتأمين اتصلت بالشرطة الكلام ده كان الساعة ستة عادنا للساعة سبعة ما جاش يقول لك هو هجاي ستة سبعة ونص ساعة ونص مستهنين ما جاش ولا شرطة ولا إسعاف نكلم نهم بعد كده بعدها بساعتين قالوا لك الاسعاف كان جاي لك ولقى واحد تعبان في الطريق فاخده خدت تعبان وسابنا أنا وأنا عمل دم نازل طايل لحد الساعة تمانية ونص يعني ساعتين ونص دي الحاجة اللي ما أعجبتنيش حتى أنا اتصلت عليهم أخر مرة في الشرطة اتنرفست بصباح طولهم ازاي يعني أنا قاعد ولا عارف أروح مستشفى ولا عارف أخذ نوقف مع الناس والناس عايزة توديني بتقول لي هنقضيك المستشفى الخاص على حسابنا أو بتاع طبعا قولوا لي على فقط قرار يعني انت هتيجو ولا إيه دلوقتي عامل حدثة دالي ساعتين أعدد ساعتين ولا شرطة ولا جونجروس ساعتين عاشي الماشي عارف أن المغرب بلد القانون بيحترموا القانون فأنا ماشي قانوني انتونين ما ينفعش كده بعدها بدأت نجوم الشرطة فدا الموقف اللي ما أعجبنيش يعني موضوع التأخير دة طب يفرض الإصابة قوية مش عارف إيه فلا يعني موقف مش ما علمه بس فأنا كلمت طبعا الصحاب المصرين جوم ماردتش أكلم أهلي في البيت ولا مراتي ولا عيد مراتي عشان ما أعملهمش أقلق يعني ماردتش أكلمت صحابي بس صحاب المصرين جوم مشكورين عشان واحد فيهم مثلا يخد المرسيكل عنده واحد يركبني معه أو يوقفوا جامبي فأقولتنوا يا جماعة اللي أنا عماشي قانوني أنا مش عارف بقى أمشي قانوني زي ما أنا ولا أقدم تنازل وأخلي الناس هما اللي يعالجوني هما الناس أريد يا خل نحلها وإدي وإحنا نعالجك في المستشفى الخاص طبعا الستات كلموا كل واحدة كلمة جوزها جوم كانوا الانتين ستات مع بعض في العربية أنا مش عارف أطولهم أنا معرفش أنا مشيها قانوني وبعد كده تأمين الديني تعويض والجو ده ولا أعالج رجلي في مستشفى خاصك أصحاب المصريين بدوا يخوفوني قالوا لي لو هتمشاء قانوني هيودوك مستشفى حكومة متعفد برضو مستشفى الحكومة زي ما كان في بلادنا الخاص ببقى إمكانية أعلى طبعا حاجة معروفة بس فحتى اتكلمت لو أنا أصلا واقف من الصدمة وأول مرة بيحصل كده أنا من نوع اللي ما بحبش اللي هو رجليه واجعاني أفضل إعله لو حاست إن أنا خلاص كويس بمشي فمش عارف حتى الإجراءات أنا مفكر حتى اللي هو الضروري إن لما الإسعاف تيجي توديني مستشفى حكومة ما أعرفش أنا ممكن هروح مسلا مستشفى خاص على حسابي مش مشكلة أدفع أنا التكاليف وبحس إن الإجراء يمشي قانوني والكستطير يعني بعد كده يبقى تحاسب مع التأمين والكلام ده فقالها هيوديوك مستشفى حكومة حتى لو يعني لو هيدوك تعويضه عن طريق شركة التأمين ممكن تقعد لك من سنة لسنة ونص وفيها دوخة وبتاع في الأوراق فأنا مش عارف أخد قرار إزاي أسأل بتاع في نفس الوقت مش عايز أكلم مراتي ولا أكلم حد فقلت خلاص وبعد ما الشرطة جاتوا بتاعوا جاتوا صعبوا لي إلي هي تعمل إيه قلتوا خلاص شايفين إن أنا أطراض أحسن أنا شاب الطراضي أوكي أنا كتبت تنازل شرطة خلان أنا كتبت تنازل برضو بحكي لكم موقف ده عشان أخد رأيكم واللي ما يتعلمش يتعلم برضو نتعلم منكم في الكومنتات اللي بقى جاي يعرف القوانين ماشي أزاي أنا مضيت على التنازل والناس مشكولة أخدوني وديني مستشفى كويسة في الرباط خاصة نحية حسان كده طلع إن اللي بين السبعين خياطة أخدت أربع غراس فيها وفيه كده ما الحمد لله ما فيش كسورش الناس مقصرتش وجابوا لي العلاج وكل حاجة وكل حاجة على حسابهم أنا قلت خلاص يا الحمد لله أنا أردت بكده بس المشكلة بقى لما كلمت أهلي مراتي وأهل مراتي والصحابة التانين بقى لما كلمتهمش اللي عرفهم وبتاع الناس كلمتني تانيهم يعني كمية ملامة كله عملي لومني ليه تتنازل ليه تتنازل ليه تسيب حقك في التأمين التأمين كان ممكن يدي لك مش عارف آآ تعويض محترم بما أنك أنت شغال أولاين آآ كده أنت شغلك هيوقف آآ من يعني المحفوظة فيه كل ده خسارة قاعدتك في البيت طبعا لما عملوا لي الجبيرة دي قالوا لي أنت هتقعد لك أسبوع أسبوعين في البيت كل ده يبقى قاعد من غير شغل وأنت اللي شايد البيت آآ كل الكلام ده كانش في الدماغ يعني كان كل اللي في الدماغ الرجلية تتعالج في مكان كويس فأنا لما أصحابي قالوا لي حكومة مستشفى حكومي والفلوس هتتأخر آآ يعني تدارته خفت يعني شوية من أنه ممكن أخد إبرة غلط ولا يحصل حاجة بتحصل يعني المواقف دي بس فأنا ده اللي حصل قلت أحكوه لكم للناس اللي بتسأل طبعا مشكورين كل الناس اللي قاعدوا يدعو لي في البوست كنت أحطت بوست الجمعة آآ الناس كلها مشكورة آآ يعني أعز رأيكو هل إن أنا عملته ده غلط إن أنا أتنازل فكتبوا لي في الكومنتات طبعا في ناس كتير قوي تقريبا تسع سعين في نهاية من الناس لمتني آآ لهم يعني لو أنا متعبتش من الرجلي قد ما متعبت نفسيا من الملمة تاني يوم كله ليه تتنازل ليه تنازل ليه تتنازل ليه تتنازل كانت ليه تسيب حقك للتأمين آآ أنا أطلب خلاص طرام الناس محترمة أنا حتى أول ما تخبطت ونزلت عدت على الرصيف والناس الشباب المغربة قولي لي هتطلب البوليس ولا تعمل إيه وتبالله أشوف الإجراء القانوني بس شرطة عندي الستات دول محدش فيهم يتأزي لو فيها أزية أنا مش عايزهم يتأزهم أعني أنت هشكلك ولد الناس مش عايزهم وتبالله أنا مش عايز أزية طبعا بتفتح البن ما تقصدش بس دلوقتي أنا رجلية تعمل وفيه دم دكت الفكرة عندي لأنا مش عايز أزية وعايز رجلية تتعالج في مكان كويس بس فمستنى رأيوكو هل أنا عملتو ده صح إن أنا أتنازل ولا كان مفروض ما تنزلشي والنزل كان ممكن يحصل حاجة برضو عشان أنا أعرف أتعلم فيما بعد وإلي يجي المغرب أو فيه حد فيه ناس بتيجي تعيش في المغرب هنا يبقوا عارفين يعني الإجراءات اللي بتتم شكرا ليكم شكرا للناس اللي دعيتلي سواء أعملت لايك جيم سواء كتبت كومنت على البوست طبعا الفترة اللي جاية ممكن مقدرش أخرج بقى بالمطور لكن هبقى معاكو يعني حاوة متأخرش عليكو في الوتيوب ممكن أخلي حد من صحابي عد علي بعربيته وتنغلته وليد أو أي حد من صحابي أخرج على البحراء عمل فلوغ كده هتكلم معاكو يعني الحمد لله زي ما نشغل في البرفانات يعني أحاول بأشتغل أولاين من مكاني أجيب واحد يساعدني في اللي بريزون مش متعودة على القاعدة قاعدة البيت القاعدة بالنسبة لي صعبة أنا البيت بالنسبة لي ما كان بألام فيه لكن أولا حاجة جديدة يعني عرفت قاعدة كبيرة بقابت لا يعني ده هو مع أن يشوفوا سبحان الله أنا كنت ماشي بالمطور وفي صف ورايا وأنا أول واحد أخذ الخبطة فهو ربنا يعني كاتب لي غير إن أنا أخذت لي كمواعب لكده في المطر إذا حلقته المطر لما فرملت فجأة يعني فهو طبعا موتسيكل المطور خطر بس أنا مضطر عشان الشغل يعني ما ربنا أكري من شاء الله أحاول أجيب يعني التونوبيل حتى لو أجبته التونوبيل برضو هيبقى صعبة ليه في الشغل التونوبيل المطور أحسن يعني حتى لو أجبته النوبيل برضو مش هستغل على المطور في الشغل لتوزيل الطلبات وكده الحمد لله ما يشغل مشروعي يعني ده أتعب على مشروعي شكرا لكم ربنا كفينا الشر يكفيكم الشر جميعا بإذن الله مستنى رأيكو في الكومنتات في الموقف اللي حصل ده عشان أبقى عارف لأن الحرب شغل عليها نفسيا تعبت نفسيا الناس محسسان أن أنا بعد عدم لوكائن من كوكب تاني بالحركة اللي أنا عملتها وهاستنوا رأيكو في بلوجات تانية نوعا نتكلم في مواضيع اللي عايز برضو مواضيع نتكلم فيها أقعد لكم في البيت دي وننظر وحبايبي ومسائل فول عليكم ترجمة نانسي قنقر